لان الناس كتير برضو تكلمت وكلام اللي دايرت ازاي شكبالة ما كانش موجود ازاي كان فين كان لأ شكبالة كان موجود وكان بيجيب مؤمن زكريا علشان يحتفل مع العبت النادي الاهلي وشوفنا شوية مرازة حلوة وجميلة وهي ديت اللي احنا داعد بنتكلم عنها ودي حاجات اللي بتفرحنا اكتر من المباراة اما بنشوف الشناوي بعد ما بيستلم الكاس بيدور على مؤمن هو فيه فين مؤمن انا هحتفل مع مؤمن انا هشيل الكاس مع مؤمن شكبالة زي ما قلت الحضراتكم انه هو رايح وخارج علشان يجيب مؤمن الصور اللي شفناها كابتن سيد عبدالحفيز وهو واخد شكبالة في حضنه وهم بيحضنه بعض هي دي الكرة يا جماعة وهو دا الاهلي والزمالك وهو دولة اللعيبة اللي احنا بنقول للناس وياما يعني لسنة هارة واحنا بنتكلم نقول يا جماعة اللعيبة دي اخوات وصحاب وبيخرجوا مع بعض وعائلاتهم بتخرج مع بعض وبيروحوا بيعودوا في المنتخب مع بعض وبتلاقي العيم من الاهلي والزمالك عادي جدا قاعدين بيحبوا بعض وقاعدين مع بعض فقوضة واحدة كل دا كان بيحصل على فكرة مش دلوقتي بس على مدار السنين طويلة انما احنا اللي دايما بنسبب لنفسنا المشاكل ايه الاهلي والزمالك بارا الاهلي كبير والزمالك كبير وحيفضل الاهلي والزمالك كبار بس انما احنا ده في الاخر مطش تسعين دقيقة ارجع يا جماعة حتى الزكرة القريبة يعني نرجع بالزكرة القريبة نادي الاهلي خمسة تلاتة السنة اللي فاتت بعد كده اتنين اتنين تعادي بعد كده الزمالك كسب اتنين واحد النهاردة الاهلي بيكسب اتنين صفر والاهلي بعد كده حيكسب والزمالك حيكسب وفي الاخر هي دي رياضة فيه واحد حيكسب واحد حيخسر بس اهم حاجة ان احنا نشوف المنظر الحلو اللي شفنا النهاردة ما حصلش فيه اي نوع من انواع المشاكل لقطات اللي بتكلم مع حضراتكو عليها دي بتبقى لقطات في منتهى الجمال والروعة وفي ناس يعني بتقدرها خصوصا كمان لو بتلعب المباراة دي برا وفي الخارج احنا عندنا ظروف معينة عدد الجماهير بيتبقى يعني محدودة برا بيبقى فيه فرصة في الامارات او بنلعب في قطر او ما بنتلح في اي دولة عربية الشقيقة يعني بيبقى فيه مجال ان احنا بنلعب قدام ساعة جماهيرية كاملة في الاستاد وده يعني عشان كده بنشكر اخواتنا وبلدنا التاني الامارات انها ده بتحلنا ده بتخلي الناس مبسوطة خلي الملعب شكله حلو اشتركوا في القناة